بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي ركز بقى مع بعض الفيديو ده انا عايزكم تحتفظوا به في اي وقت من الاوقات بقى تحس ان انت عندك ملل عندك اي مشكلة عندك اي حالة نفسية بتخليك مش قادر تذاكر تسمع الكلام ده مرة تاني وتالت وعاشر ومليون ده يديك طاقة ايجابية كافية ان انت تقدر تحقق حلمك بصوا يا شباب عايزين اتفق مع بعض على اتفاق ايا كنت انت بقى في انهي مرحلة في السنوان عما سواء كنت في اولى سواء كنت في تانية سواء كنت في تالت عايزين اتكلم مع بعض كده بشكل واضح وصريح وفي نفس الوقت بشكل نتكلم فيه عن مصلحتك بالزبط بصوا يا شباب لو جينا اتكلمنا الاول على حلمك اللي انت عايز تحققه اول حاجة لازم تبعد عنها كلام اي حد ممكن يحبطك حتى لو كان الكلام ده من جوه نفسك يعني ايه من جوه نفسك اوقات كتير جدا حلمك ده بيكون اكبر بكتير جدا من امكانياتك من وجهة نظرك يعني ايه الكلام ده اكتر ايب الناس بتقع فيه انه لما يقعد بينه وبين نفسه يعني انا مثلا اللي هقدر اجيب وفلان ما جابش انا اللي هقدر احقق وفلان ما حققش انا اللي هقدر اعمل وفلان ما عملش لو انت استسلمت للكلام ده حط في حساباتك ان انت عمرك ما تاخد اي خطوة قدام يا حبيبي الموضوع ببساطة احنا في سنوية عامة الموضوع اللي هو سحر ولا شعوزة هو الموضوع ببساطة انك تمشي على نظام تبدأ تشتغل عليه تبدأ تعمل لنفسك بجد زي ما احنا تكلمنا مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت وانا بقصد ما بين كل الفيديوهات شرح ان انا ابدأ اتكلم عليك شوية كطالب كاسلوب حياتك لان يهمني في الاولى وفي الاخر ان حالتك النفسية هي اللي تبقى تمام حلمك ده لازم يرتبط بجواك بكمية طاقة ايجابية او بمعنى اصلح بلاش نبعد عن كلمة طاقة ايجابية لانها مطاطية شوية لا انا عايز حلمك ده يبقى معاه كلمة اسرار يعني ايه لا مش فكرة بقى انا مش هقدر لا ده انا لا يمكن ما اقدرش يعني ايه لا يمكن ما اقدرش هقولك بكل بساطة حلمك مثلا سيه تكون دكتور تكون مهندس تكون في اي بوزشن ايا كان انا ما بحددش طبعا كليات كمة بالمعنى العام لا انا بتكلم عموما حلمك ده عايز تصدق هو فعلا حلمك ده هيوصلك لفين تخيل كده لجزء من الثانية او لجزء من دقيقة ان انت فعلا حققت الحلم ده بص على تعامل الناس معك تمام يبقى اول نقطة بص على تعامل الناس بعد ما حققت الناس هتبقى شايفاك ازاي هيتعاملوا معاك ازاي المسمى اللي انت هتاخده هيبقى قدام الناس انت في عينين اهلك هتبقى عامل ازاي في عينين اهلتك في عين اي حد بيقابلك وانت شخص فعلا قدرت اتحقق اللي انت عايزه لو جيت بسيط على قدر الاحترام اللي انت هتشوفه في عيني الناس ليك اسناء ما انت شغال لازم تركز بشكل كبير جدا على ان حلمك ده فعلا ما ينفعش ان انت تفوته يعني تخيل كده لما مجرد ان انت تخرجت مسلا طبعا هقول فوركزامبل يعني يعني مسلا جبت مجموعك ممتاز جدا دخلت الكلية اللي انت محتاجة اولي اقول مسلا فوركزامبل هندسة شوف المسمى او التعامل معاك او كلمة يا بش مهندس لما تتقلك فعلا وتفكرك قد ديه انت كنت شخص قد المسئولية وقدرت ان انت تتحقق حلمك كمية الشعور ده يكلموه عليكو الناس فعلا اللي حققت الكلام ده كمية الفخر اللي هو بيبقى حاسسها في عيون كل الناس اللي بتحبه حتى كمية الاحترام اللي انت بتبقى تشوفها في عينين كل الناس حتى اللي بيكرهك هيبقى طول الوقت بتعامل معاك باحترام هيبقى عنده طول الوقت حدود في التعامل معاك حتى لو هو عدوك يا جماعة الموضوع مش مجرد سنة او سنوية عامة او مجرد نتيجة وخلاص او مجرد ان انا بدور على شغل وخلاص الموضوع اكبر من كده بكتير الموضوع ده شخصيتك ده كيننتك ده مفهوم المجتمع عنك مفهوم قائلتك مفهوم اسرتك مهما ان كنت انت شخص قابلت عوائق في حياتك وجيت في توقيت ما قدرت تتحقق الحلم ده بشكل او باخر وقدرت توصل للنقطة دي كمية تعامل الناس حتى معاك اسناء في دراستك الجامعية اتلاقي كل الناس في كل الفئات في كل الاماكن بتتعامل معاك بطريقة فيها نسبة كبيرة جدا من الاحترام والتقدير يعني يا حبيبي حلمك ده مش مجرد ان انت هتجيب مجموعة وهتدخل كلية وبس لا ده نظرة كاملة للمجتمع وللبيئة وللناس اللي حواليك يعني لو قسمت الناس دي لناس حواليك واهلك هيبقوا فخورين بيك ومبسوطين بيك دي نقطة انت جوا نفسك طول الوقت يبقى عندك شعور بالفخر حتى لو انت في اصعب حالات احباطك مجرد ان حد يندهك بالاسم او بالمسمى الفعلي اللي انت حققته هيبقى بالنسبة لك مدعال الفخر بمعنى ايه يعني انت مجرد ان انت مثلا في كلية زي طب ويتقالك مجرد يا دكتور وانت حتى لسه طالب وانت في اصعب اللحظات او في اكتر اللحظات فيها احباط او توتر هتفتكر من كلمة يا دكتور اللي قالها لك دي انت قدي انت شخص ناجح قدي انت شخص قدي المسئولية انا مش عايز اقولك كلمة زي كده هتنقلك كحالة نفسية من حالة الطاقة السلبية للطاقة الايجابية فجأة يعني الموضوع مش مجرد ان انت حلم او نتيجة هتحققها وبس الموضوع يستاهل يا جماعة الموضوع يستاهل انك تبزل مجهود كبير الموضوع يستاهل انك تقرس على نفسك الموضوع يستاهل انك تمشي على مجرد تعامل الناس من كده لوحده كفاية بالنسبة لك ليه اولا انت بينك وبين نفسك فخور بنفسك وباللي انت حققته ده هيديك دايما دفع للامام انك تبقى انسان كويس طول الوقت هتبقى حس ان انت ما ينفعش تنزل على المستوى اللي انت وصلت له طب بالنسبة لحتى الاشخاص اللي بتكرهها عمره ما هيقدر يتكلم في غيابك على انك انسان مثلا فاشل او عمره ما هيقدر يقول عليك اي كلمة مش كويسة ليه لانك اثبت له اثبت الغيره والناس بقت كلها شايفاك انك انسان قد المسئولية وقدرت ان انت تحقق اللي انت عايزه حتى تعاملاتك في الشارع حتى تعاملاتك ده انت لو روح تطلع رخصة مرور مثلا او رخصة قيادة ليك ومكتوب فيها طالب في كلية هندسة او طالب في كلية اه مثلا طب او طب اسنان او طب بطري او علاج طبيعي او ايا كلمة الكليات اللي هي اللي هي بتسمى في مصر كليات كمة هتلاقي نفسك كل الناس بتتعامل معك من خلال المسمى اللي انت فيه مش من خلال شخصيتك هتلاقي حتى الناس اللي اعلى منك في المستوى بيتعامل معك باحترام هتلاقي كلمة يا دكتور دي على لسانه يا باش مهندس على لسانه طول الوقت حتى في فترة تجنيدك في الجيش بالنسبة للشباب هتلاقي تعامل باحترام ليه لان انت انسان قدرت تتحقق حلمك قدرت ان انت تكون في وقت من الاوقات قد المسئولية هتلاقي كل الناس بتتعامل معك من المنطلق ده يا سادزة لو ركزنا شوية انا عايز عايزة طول الوقت تبقى حاطت قدامك ايه هي كمية النتائج اللي هتعود عليك من خلال مجرد ان انت حققت الحلم اللي انت عايزه او حققت النتيجة اللي انت عايزها يا شباب الموضوع يستاهل فعلا انك تضحي براحتك وتضحي بصداقتك في الفترة دي تضحي بوقت رفاهيتك ضحي بحاجات كتير جدا عشان توصل للنقطة دي الفكرة مش مجرد ان انت هتاخد شهادة تشتغل بها وبس لا دي حياة كاملة هتتغير من مجرد ان انت وصلت للمستوى او لتحقيق النتيجة دي يبقى خلاصة اللي احنا قلناه حلمك ده هيبقى هو في يوم الايام شخصيتك قدام الناس يكفي ان انت لما هتبص في يوم الايام في اين اي حد بيحبك هتلاقي كمية الفخر اللي جواه من ناحيتك مختلفة تماما الطريقة حتى اللي كان بيعاملك بها اهلك على انك صغير لا يمكن وقت ما تحقق حلمك هيعملك على انك صغير اطلاقا هتلاقي نفسك كبرت اكتر من خمستاشر سنة لقدام بيعتمدوا عليك شايفينك شخص قد المسئولية قد الثقة حتى البنت بتلاقي دايما الاهل حتى في اي قاعدة بيعدها يقولك دي بنت بميت راجل يعني ايه بميت راجل يا عم دي دكتورة يا عم دي مهندسة انت ذات نفسك وانت قاعدة احساسك لا ده انا مزاي اي حد لا ده نقدر تحقق لا ده نقدر تعمل الحتة دي اتخليك طول الوقت ما بتتنازلش عن انك تبقى دايما في القمة يعني حتى التخصص اللي انت هتبقى فيه هتبقى طول الوقت بتحارب انك ما ينفعش تقع عنه ليه انت شخص تعودت ان انت تتشاف دايما ناجح حتى شخصيتك من جواك ما بقتش بتستحمل مفهوم الفشل تحت ايه ظرف وم الظروف السنوية العامة يا جماعة مش مجرد مجموع او نتيجة او مجرد جامعة هتدخلها وبس دي شخصية كاملة وحياة كاملة هتتغير بعد نهاية التالتة سنوية ابتدي من دلوقت ايا كنت انت بقى في اولى في تانية في تالتة ابتدي من دلوقت ان انت تحط قدامك الحلم ده وتحط قدامك فكرة ان انا لا يمكن اتنازل عن حلمي ده تحت اي ظرف كام الظروف حطها دايما اصادك كل ما تلاقي نفسك هتبتدي ان انت تقع فكر نفسك انا حلمي ده هيوصلني لايه الناس هتبقى شايفاني ازاي انا هبقى فين اضافة لكده بقى توفيق ربنا اللي هو في الاول او في الاخر هتلاقيه بيفتح لك تحسكك كتير جدا من خلال التخصص اللي انت تعبت علشان توصله يا جماعة ما تتحطوش جواك وفكرة ان انا اتنازل لو حسست نفسك ان انت هتتنازل عن حلمك نفسك من جواك وحالتك النفسية هتميل للفشل اكتر من نجاح حاول تبقى مصر حاول ما تتنازلش مش اقول لك حاول تكافح الموضوع مش محتاج كفاح هو مجرد نظام بس هتمشي عليه هتنظم وقتك زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت تقدر الناس ترجع له والاهم من كل ده انك تبقى محافظ طول الوقت على قدر كبير جدا من الحماس والاسرار مش حماس بس اسرار انا حلمي ده لا يمكن اتنازل عنه يا جماعة مجرد انك تحقق حلم او تبقى في البوزيشن اللي انت عايزه ده هيغير شخصيتك تماما هيغير تعامل الناس ليك تماما هيخليك انسان قدام نفسك زي وقيمة ليك قيمة كل الناس هتتعامل معك من خلال الكلام ده عايزه فكر قطول للوقت ان انت في اي وقت من الاوقات تحس ان انت هتقع اه الدنيا هتبتدي اه تميل هتبتدي نفسيتك تقع ارجع للكلام ده مرة تانية فكر نفسك بالكلام ده هكرر كلامي تاني يا جماعة حلمك ما تتنازلش عنه مهما كان حاول لأقصى درجة حاول لأقصى درجة وافتكر دايما الكلمة دي حلمك في يوم الايام هيكون شخصيتك اشوفكو على خير يا شباب اشتركوا في القناة